اهلا بكم تعالي نحضر مع بعض النهاردة عيش سهل وسريع مكانوطة بسيطة ممكن تطلع في المغنى في اي وقت نعمله طعمه حلو جدا جدا انا قررت عمله لاني عملت شاورمة ما كانش عندي اه فينو ولا كايزر ولا اي حاجة فقررت عمله في سويني جنب الاكل كان طعمه حلو جدا جدا تقدروا تستخدمه مع الشاورمة مع طعمية سخنة سلام الصبح وريح طبعا العيش في البيت دي بتبقى احلى ريحة دقيق وخميرة وشوية مية بنعمل عيش طعمه ويجنن وتفتح من جوه تقدروا تحشوه اي حشوة انتو بتحبوه تقدروا كمان تعملوا منكم مية وتشلوه في الفريزر تطلعوا على التسخين والاكل لاني فضل عندي لمدة اسبوع طعمه حلو جدا وفي كل مرة بيتسخن كأنه لسه لسه معمول حالا انا بس ما الفيومي لا اول مرة تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في الكنيه وفعلوا علامة الجرس عشان يمسلكوا اشعار بكل فيديوهات الجديد وما تنسوش لايكوش اللي الوسه لو عاجبتكم ويلا بينا نبدأ وصفتنا هنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة انا باستخدم الخميرة الفريش تقدر تستخدمو الخميرة الفورية وهتدينا نفس النتيجة وبردو معلها او بكت من الخميرة هنحط عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الزيت يعني معلقة خميرة عليها معلقة سكر عليها معلقة زيت عليهم نص كباية من المياه تكون دافية. دافية مش سخنة مش مغلية يدوبك دافية. يعني صباك يقدر يستحملها. هلبهم مع بعض كويس جدا جدا. وتأكد ان كل حاجة اختلطهم مع بعضها. وهغطيها واسبها بس عشر دقيق ربع ساعة على حد بس ما حسن الخميرة بتاعتي بدأت تفور كده. ده بيأكدني ان الخميرة بتاعتي تمام شغالة تمام. بصوا هي بدأت بس تعمل شوية فقوعات كده من فوق. مش اكتر من كده. هضيف بقى دي بتاعي. انا هستخدم كباية ونص من الدقيق. تقدروا تزودوا الكمية. لو هتزودوا الكمية اكتر من ثلاث كباية هنزود الخميرة والسكر شوي. وضفت عليهم رشة من الملح. هقلبهم كلهم مع بعض كويس وابدأ بقى عجن. هشوف انا محتاجة ماية تاني هنضيف ماية دافية. لو مش محتاجة ماية بكتفي بكده وبعجن العجينة بتاعتي. العيش ده بيحب العجن كتير كل ما هتعجينيه كتير كل ما هيديكي آآ آآ اللي هي الفراغات اللي بتبقى جوة العيش من جوة دي. انا احتاجة ماية دافية تانية هنضيف واحدة واحدة لحد ما العجينة بتاعتي تلم. هكتب لكم المقادير كلها بالتفصيل في صندوق الوصف وطريقة الاعداد وكل حاجة. هكتب لكم كمال لو انتم عايزين تعملوا كمية كبيرة. تبقى المقادير بتاعتها تطلع معاكم مظبوطة قد ايه بالزبط. هقلبتهم كده مع بعض وبعدين هبدأ بقى ان انا اشتغل بأدية. زي ما قلتلكو العجين بيحب العجن كتير. خصوصا الوصفات اللي بتبقى فيها لبادة كده من جوة دي محتاجة عجن كتير عشان الجلوتن يشتغل عشان يديكي اعيش طري وهش كده زي اللي بنجيبه من برا. طبعا لو عندك عجانة حطيها في العجانة ما عندكيش هنفضل ناجل لحد ما العجينة بتاعتي تبقى مططية كده بالمنظر ده. يعني امطت العجينة بتاعتي ما تلاقيش العجينة بتتقطع. وبيبقى فيها نسبة تلزيق بسيطة جدا جدا. هحط بس كده مسحة من الزيت وهامسح بيها العجينة بتاعتي وبس بها بقى مسح مسحة من الزيت ليش انتبقى سهلة علي لما تخمر وجه طلعها والعجينة كيانا ما تعملش طبقة من فوق. هاخطي واسبها ساعة او ساعتين لحد بس ما الحجم بتاعها يدى ضعف. في الجو الحر الفاضية ده هي نص ساعة ساعة لربها هتلاقيها يعني ضعفت اكتر من 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 حجمها مرتين وتلاتة. بس هشيل العجينة بتاعتي وهبدأ اكورها لكور متساوية الحجم. برش رشة كده من الدي عشان تسهل علي. كور متساوية الحجم وبعدين بسيب كل كورة لوحدها ترتاح. بالمنظر ده بالزبط. لحد بس ما قسم العجينة بتاعتي. بصوا عمل معي الكمية دي وعملت كورة صغنونة كده. هاخطيها واسبها ترتاح شوية. باس ايبها ترتاح شان تسهل علي في الفرد وبتسهل علي بعد كده كمين انها تدي اه لو انت مستعجلة ممكن تستغني عن الخطوة دي. يعني لو انت مستعجلة عايزين نعمل على طول ممكن نستغل عنها. رشة بقى من الدي كده. وسيبكم ان انا بالعب في الدي مش عارف ايه انا بعمله ده. وبعدين هبدأ افرد العجينة بتاعتي بالمنظر ده. بحط الكورة. بشكلها على شكل دايرة بايداية كده. شهتحدث اني ازاي طلعها اه شكل دائري. اه من غير ما اكون مقطعها. يعني انا مش القطع بس اللي بتدي انا الشكل الدائري. الطريقة اللي انا بعملها دي بالزبط. بايديكي كده بالزبط. وكل آآ كل مرة بعمشي عليها بالنشابة بلفها. ماشي وانف. ماشي وانف. لحد ما يبقى بالمنظر ده بالزبط. حط جنبي وابدأ اعمل اللي بعدها واللي بعدها. انا مش بخمر تاني. انا كل اللي بعملوني بفرد العجينة بتاعتي وبعد ما بخلص بابدأ باول ريف عملته. بس يعني اول ريف فردته هو اللي هبدأ اغبزه. تقدروا تدخلوا الفرن اه تقدروا تجيبوا الصاج وورقة زبدة او حتى مسحة صغيرة جدا من الزيت وتحطوا العيش بتاعكو. وحتى كمان تقدروا تحطوا من غير ما تمسحوا صاج اي حاجة. وتدخلوا الفرن يكون متسخن على درجة حرارة امتين وستين. او تسوف الطاصة كده زي لان انا بستسل الطاصة الصراحة. تخند الطاصة بتاعتي على اكبر شعلة وبعدين روح تموطي النار على حرارة منخفضة جدا. وبحط العيش بتاعي. وبفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون. وما بين كل رغيف ورغيف بمسح الطاصة بتاعتي كتب منزيل. عشان بتأكد ان ما فيهاش اي بواقع دقيق. فتتحرق وتخلي ريحة العيش مش حلوة وتخلي كمان تخلي الديق نفسه للمحروق يمسك على العيش ببقى طعم ومر. بس شايفين المنظر? انتي انا متأكدة انها استويت من جوه. انا بضغط عليها كده عشان تدخل الهوة. يعني كل ما يطلع حتة فيها فقاعة بروح اضغط عليها. فالهوة يخش جوه الرغيف كله وكله يستوي من جوه. بصوا دي انا رغفت اه فرتها رفياعة شوية. يا تقدروا اصلا تفرضوها رفياعة وتقول تلفورول زي ما انتم عايزين. بصوا شكله عامل ازاي? واعايز اقول لكم حشي جدا جدا جدا. وريحته جميلة عكب بنتي جدا جدا. يعني اي حاجة هتحطيها جوه السندوتش هيكله. يعني ما تعبيرو لهم عايش زي ده. اي حاجة ضرب الخضار بس هيكله لان لايش طعمه حلو اصلا. بيتفتح وتقدر يتيحشيه بقى اي حشوة في الدنيا. انا عملت معا شاورمة هنزل لكم وصفة الشاورمة دي قريب جدا. بصوا كانت خطيرة جدا جدا. وصفة شاورمة لحمة. بصوا يعني اتحدى بيها سمسمة وبوحيدر واي حد في الدنيا بيعمل شاورمة. سهلة وبسيطة. وتدبي النص ساعة مكوناتها بسيطة جدا. وعملت شاورمة رهيبة مع المعليش ده. ان شاء الله هنزلها لكم قريب جدا. بس خلص ممتج بستدعو ليها. بس اتمنى رصة تكون عجبتكو. اتمنى تجربوها تقولي رأيكو فيها ايه. منسوش تكتبوا لي كومنتها رأيكو في الوصفة او انا ايه وصفات تانية عايزين نعملها لكم. وشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة. وبي باي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة